مع الوزير لدينا الشرف سيد ناصر بوريتا وزير الخارجية المغربي للتعاون في منطقة إفريقيا وأود أن أبدأ بتحييت التعاون من جهة دولة المغرب ونحن ندين كافة أنواع العنف والإرهاب ونتضامن مع أهالي الضحايا ونتمنى التعافي لكل المصابين وحضورنا اليوم هو استجابة لتلك العمليات الإرهابية أنا لدي عظيم الشرف التواجد هنا في قمة النقب اليوم ويبغي علي أن أقول أن هذه هي القمة الأولى في نغف وأشكركم على اختيار تلقى الرقعة الهامة واللطيفة وأشكر تحقيق سبل الالتزام والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية فأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية عضوا يعتمد عليه في المنطقة من أجل تحقيق الأمان والسلم تحت تعليمات بناء على تعليمات سيد ملك المغرب تتقلى نحن نشكركم على استضافة تنافي دولة إسرائيل وسيد محمد السادس نحن عندما قمنا بتأسيس العلاقات فهي فرصة حقيقية فهذا هو قرار طبيعي من أجل تحقيق سبل السلام وهو كان عن قناعة تامة وأن هناك نعاكل عائلة إسرائيلية لديها فرد مغربي فإن المحافظين في كل مقاطعة إسرائيلية تتحدث أن هناك أصل مغربي في تلك المقاطعة فهذا أمر رائع بين المملكة والشعب هنا وعندما اجتمعنا في ديسمبر الماضي كان هناك صوب الاشتراك واتفاقيات مختلفة وهذا طبيعي جدا أن يكون هناك زيارات تتضمن تلك العلاقات الدبلوماسية بين البلدين هنا في إسرائيل الرسالة الثانية هي للمنطقة نحن هنا اليوم ونحن هنا بشتى جميع الوسائل نؤمن بإخلاص وبأمانة السلام بين العالم وبعضه البعض ونحن هنا نقوم بإعطاء الميزة وخلق القيمة التنافسية من أجل تحقيق السلام لكل دولة بالمنطقة وهذه رسالة إلى العالم أجمع وإلى شعوب المنطقة نحن هنا لكي نخلق ونقوي العلاقات بين الشعوب وبعضها البعض ونحن نأتي هنا من دولتنا من أجل تحقيق تلك السبل من أجل التعايش والتواجد والتصاحب وتلك القمة هي مفعمة بالحيوية وهناك تحسين في العلاقات بين الشعوب وبعضها البعض فتلك القمة هي متميزة بالفاعلية المستمرة من أجل تحقيق سبل التعاون والأمن والأمان والسلم بين الإسرائيليين في المنطقة وإيجاد حلول التي كانت تحت توجيهات الملك محمد بن سيدس من أجل الدولة الفلسطينية والدولة الإسرائيلية والقدس كعاصمة وتلك المباحثات تتضمن تحقيق سبل التعاون والأمن والسلام وأود أيضا توجيه رسالة في تلك الأحداث الهامة والمباحثات لنتجي ندافع على مصالحنا في المنطقة وخلق درع واق حامل في المنطقة وهذه هي روح مدينة النقب هنا ونحن هنا من أجل تحقيق نتائج ملموسة حقيقية وتفعيل العلاقات نحن هنا في الصحراء وأشكركم على اختياركم تلك المدينة شكرا لكم